وحول هذا الموضوع مشاهدين سرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار المستشار الحقوقي لأستاذ فريد غازي مرحبا بك في استوديو مركز الأخبار استاذ فريد إذن كيف تقرأ اليوم تطور العملية البرلمانية في مملكة البحرين وما هي أبرز ملامح هذه المرحلة تحديدا لا شك بأن العمل البرلماني في البحرين نتحدث عن 20 سنة مضت تراكمت فيها الخبرات وتراكمت فيها التقاليد والأعراف البرلمانية بالإضافة إلى التشريعات روال هذه العشرين سنة الماضية وطبعا حدثت متغيرات داخلية كثيرة على مستوى التشريع على مستوى التغيير السياسي على مستوى الحكومات المتعاقبة لآخرها جاءت حكومة شاب وشباب من الجنسين يقودون العمل الحكومي فبطبيعة الحال بأن العمل البرلماني واكب ذلك ودخل في 2018 العدد الكثير من المستقلين الشباب للعمل البرلماني ولكن أعتقد بأن بعد هذه الخبرة التراكمية على مدار العشرين سنة الماضية الانتخابات القادمة راح تكون انتخابات نوعية ترتكز إلى عادات وتقاليد موجودة في العمل البرلماني في مملكة البحرين والكل يتمنى بأن هذه الخبرة تنعكس بالخير على التشريعات على مستوى حياة المواطن البحريني هذا هو الهدف والعمل النهائي للجميع هو المستوى الاجتماعي لحياة المواطن البحريني في مختلف القضايا التي تهمها إن كانت هي التعليم، إن كانت هي الصحة، إن كانت هي الوظائف أو تحسين الخدمات الحكومية بشكل عام هي العمل اللي يتنافس فيه الجميع سواء كان الحكومة أو المواطنين من النواب في هذا المجال صحيح سيد فريد المرحلة المقبلة هي مرحلة مهمة سواء على مستوى الوطن أو المواطنين بشكل عام كيف تنظر إلى المرحلة المقبلة خصوصة وأن هناك رؤية ملكية تعتبر خارطة عمل بالنسبة طبعا للعمل البرلماني هو طبعا مصرح به جلالة الملك المعظم مؤخرا من أن التجربة البرلمانية وجدت لكي تبقى وجدت لكي تستمر هذا التصريح كان لا أثر إيجابي كبير على المستوى البرلماني في مملكة البحرين أيضا جلالة الملك المعظم حافظه الله منذ تجشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ونحن نمشي على هدى هذا الطريق رؤية الثاقبة لما وصلنا عليها حقيقة كلها بإرادة سامية من جلالة الملك كلها نعمل في هذا الإطار بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن توجيهات من جلالة الملك المعظم حقيقة إنما لابد أن العمل المؤسسي التشريعي والدستوري والقانوني مكتمل شبه مكتمل في مملكة البحرين فهذه المؤسسات التي تطلع لها جلالة الملك حافظه الله هي بدأت تعمل بشكل بكامل صلاحياتها منذ أكثر من عشرين سنة فبالتالي على الجميع أن يتحمل هذه المسؤولية ويعمل من خلال المؤسسات الدستورية الموجودة ويبتكر الحلول ويبتكر المشاريع بقوانين ويبتكر العمل التشريعي بصورته التي يأملها الجميع يعني وضعت البنية الأساسية في مملكة البحرين بتوجهات سامية الآن على الجميع أن يعملوا من أجل إنجاح التجربة ومن أجل أن نتنافس جميعا على راحة ورفاهية المواطن في مملكة البحرين وبإذن الله تكون تجربة إيجابية كما هي التجارب السابقة الديمقراطية التي مرت على مملكة البحرين المستشار الحقوقي لأستاذ فريد غازي شكرا جزيلا لك شكرا لقد استطاعت السلطة التشريعية ضمن ما تمتلك من صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة وفي إطار التعاون المثمر والبناء مع السلطة التنفيذية أن تكون خيرا مساند لتطوير منظومة التشريعات الوطنية ورف كفاءة الخدمات الحكومية